ثم تأتي بالاستفتاح تلك الأدعية العظيمة التي تقال بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سكتته بعد تكبيرة الإحرام ماذا يقول فيها فعلمهم وهناك أنواع من الاستفتاحات فنوع بينها وهاتي هذا تارة وهذا تارة ومن أدعية الاستفتاح المشهورة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جدك أي عظمتك سبحانه وتعالى ومن أدعية الاستفتاح أيضاً اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من خطايايا من التكبير إلى التسليم إن النظر إلى موضع السجود يكون دائماً في الصلاة إلا في حال التشهد فإن المصلي ينظر إلى السبابة المسبحة أو المشيرة وهي تتحرك في التشهد وبعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه وإذا زاد فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه فقد ثبت ذلك أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط كما رجحه عدد من أهل العلم ثم يقرأ المصل البسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم والراجح عدم الجهر بها باستمرار ثم يقرأ بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب وإذا كان حديث العهد بالإسلام أو كان أعجمياً لم يستطع حفظها فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية وجوباً وإذا انتهى من قراءتها قال آمين يجهر بها ويمد بها صوته ويقرأ سورة بعد الفاتحة طويلة كانت أو قصيرة ويدافع الوسوسة وما يريد به الشيطان أن يشغله به في صلاته وإذا اشتدت عليه وسوسة الشيطان فيشرع له التعوذ بالله منه والتفل عن الشمال ثلاثاً وهو ريق يسير يخرج مع النفس فإذا انتهى من القراءة سكت سكتاً بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يرفع يديه مكبراً للركوع ومن فائدة هذه السكتة الفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع وهذه السكتة الثانية الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الصلاة واحدة بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح والثانية بعد القراءة لفصلها عن تكبيرة الركوع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها يركع المصلي واضعاً كفيه على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويبسط ظهره ويسويه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره مستقيماً في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده كلاهما صحيح ثابت وله أن يضيف أيضاً سبوح قدوس رب الملائكة والروح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قائلاً سمع الله لمن حمده إذا كان إماماً أو منفرده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بالواو وبدون الواو كلاهما ثابت صحيح ولو قال اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فهو صحيح ثابت أيضاً وإذا زاد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد فهو ذكر عظيم ترفعه الملائكة فإذا فرغ من اعتداله بعد الركوع وهو ركن مهم تسن مساواته في الوقت بالركوع فإنه يخر ساجداً مكبراً يسجد على سبعة أعضاء على أصابع القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف ويباعد بين المرفقين والجنبين ويباعد بين البطن والفخذين ويباعد بين الفخذين والساقين دون مبالغة ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وله أن يضيف سبحان ربي الأعلى وبحمده وله أن يضيف سبوح قدوس رب الملائكة والروح وله أن يقول أيضاً سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ثم يرفع رأسه من السجود مكبراً ويجلس مفترشاً رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع وهذا الافتراش من السنة في الجلسة بين السجدتين ويقول فيهما رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها ما شاء الله وله أن يقول في هذه الجلسة رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني فهذا دعاء عظيم يجمع بين خيري الدنيا والآخرة والتسوية في الجلسة بين السجدتين والسجود في الطول من السنة فهناك أربعة أركان من السنة المقاربة بينها في الطول وهي الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة